اخيرا جاء دور الملف الفلسطيني على جدول اعمال الرئيس الامريكي دونالد ترامب اذ ارسل موفده الخاص للشؤون الدولية الى اسرائيل والاراضي الفلسطينية للقاء مسؤولي الطرفين هذا التحرك الامريكي يأتي بعد مكالمات هاتفية مع الرئيس الفلسطيني اجراها ترامب قبل ايام دعاه فيها لزيارة واشنطن واكد له فيها التزامه بجهود السلام لكن في ضوء الغموض الذي يحيط باكثر من منحة من مناح سياسة ترامب الخارجية وتخبطه في اكثر من ملف لا ينظر الى هذه الجهود من منظور يدعو للتفاؤل في ظل التشردم العربي وخصوصا مع ازدياد نهم اسرائيل للتوسع الاستيطاني منذ مجيء ترامب للسلطة هي زيارة وصفت بانها بالون اختبار للفلسطينيين والاسرائيليين ومدى استعدادهم لأي مبادرة تعيدهم الى التفاوض المباشر فالمبعوث الامريكي جيسون جرينبلت هو الشخصية الاولى في ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب التي تزور فلسطين واسرائيل قبل بدء لقاءات المبعوث الامريكي كتب وزير الدفاع الاسرائيلي افكدور لبرمن على صفحته في موقع فيسبوك ان اي مسار سياسي اساسه الارض مقابل السلام سيفشل حتما فجديد لبرمن هو قديمه تثبيت الحل على اساس تبادل الاراضي والسكان هي مؤشر على ان الادارة الامريكية الجديدة بتسعى لاطلاق عملية التسوية وصولا الى صفقة تستند الى مظلة اقليمية تكون في اساسها مبادرة السلامة العربية تأتي زيارة المبعوث الامريكي بعد ايام على دعوة ترامب الرئيس عباس الى زيارة البيت الابيض وتأكيده ضرورة التوصل الى ما وصفه بالصفقة بين الاسرائيليين والفلسطينيين اما اسرائيليا فقد تنجح لقاءات جرينبلت في تسليط الضوء اكثر على سياسة واشنطن حيال الاستيطان في ظل مطالبة اليمين الاسرائيلي ببناء مستوطنة جديدة بدلا عن مستوطنة عمونة التي اخليت الشهر الماضي رئيس ترامب الذي انتظر منه الاسرائيليون الموافقة على بناء مستوطنات ونقل السفارة الى القدس هو اكثر حيادا الان ويمكن القول انه ارسل مبعوثا يهوديا متدينا لكن يتحدث بلغة ترامب وترامب يقول ان سانجح بتحقيق السلام في الشرق الاوسط خلافا للاخرين وعلاوة على مسألة المفاوضات مع الفلسطينيين يستغل الجانب الاسرائيلي زيارة جرينبلت لبحث ملفات اخرى في المنطقة خاصة الملفين الايراني والسوري اهتمام ادارة ترامب بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي ربما يكون مفاجئا قياسا بالمدة الزمنية التي انضها ترامب في البيت الابيض وان كان من المبكر الحكم على قدرة الرئيس الجديد تحقيق ما عجز عنه اسلافه في هذا الملف شيرين يونس كاينيوز القدس لمناقشة هذا الملف ملف الشرق الاوسط في ادارة ترامب معنا من واشنطن مستشار مركز الميريدين لتراسات خالد صفوري ومعنا من القدس الصحفي والديبلوماسي السابق مائير كوهين بامكانكم ايضا مشاهدين ان تشاركوا معنا في هذا الحوار من خلال طرح الاسئلة والاستفسارات على موقعين تويتر وفيسبوك مرحبا بضيفي سيد كوهين داني ابدأ معك اولا مساء الخير كان لك تصريح في هذا التقرير تتحدث فيه عن مؤشرات تدل على ان ادارة الرئيس ترامب على ما يبدو عازمة على احياء عملية السلام سمعنا الكثير من السيد ترامب استخدام مصطلح الصفقة الكبرى يريد التوصل الى صفقة كبرى فيما يتعلق بعملية السلام ولكن السؤال هو على اي اساس يتحدث السيد ترامب عن صفقة كبرى على ماذا ترتكز برأيك هذه الصفقة وعلى ماذا ترتكز كل تحركات ترامب في هذا الملف قبل ان نتطرق الى هذه الصفقة نتطرق الى هذه الزيارة زيارة المبعوث الخاص هي عبارة عن رسالة تريد منها الإدارة الأمريكية ويريد منها ترامب بأنه ينظر بجدية الى الوصول الى هذه الصفقة طبعا هو سيستمع المبعوث من أفكار من نتنياهو ومن الرئيس الفلسطيني فيما يتعلق برؤيتهما لعملية اختراق أو الوصول الى تسوية لإطلاق المفاوضات ولكن هو ترامب يريد ان يستمع الى افكار واذا في حال عدم وصول هذه الافكار الى الادارة الامريكية التي لا تزال تبلور سياستها فانه في هذه الحالة ستطر الادارة الامريكية الى فرد مبادرة سياسية وهذا ليس من المستحب لإسرائيل انها تنجر وراء المبادرات سيد خالد مرحبا بك معنا ايضا في هذا الحوار ما رأيك المبعوث الامريكي ذاهب للاستماع للطرفين اعتقد مواقف الطرفين واضحة يعني معروفة باتت الآن ما الذي يمكن لهذه الادارة ان تقدمه وهل بالفعل هناك نية وجدية كافية لان تطرح هذه الادارة رؤيتها الخاصة فيما يتعلق بحياء العملية السلمية اعتقدنا هذه الادارة لديها جدية كاملة وإلا لما شاهدنا التحرك في الخمسين يوم الاولى من مجيء الرئيس ترامب الى الحكم لكن من المهم الذكر ان وزارة الخارجية الامريكية تركت خارج الموضوع بشكل شبه كامل يوم الثلاثاء الماضي في اول مؤتمر صحفي تقوم به وزارة الخارجية سئل المتحدث بيذين وزارة الخارجية انه اذا كان هناك اي اتصالات او نية للاتصال بالقيادة الفلسطينية فقال المتحدث الرسمي يوم الثلاثاء الماضي قبل ستة ايام انه ليس هناك نية وليس لديه علم بأي اتصالات مرتبة بين الرئيس ترامب والفلسطينيين بعدها بثلاثة أيام يوم الجمعة قام الرئيس ترامب بالاتصال برئيس أبو مازن وتم بناء عليه دعوته ولم يكن لدى وزارة الخارجية لا بالمكالمة ولا بدعوة أبو مازن إلى البيت الأبيض فهذا حقيقة وضع غير طبيعي لا زال وزير الخارجي مستثنى من كثير من الأمور لكن تحديدا في مضوع الخلاف في الشرق الأوسط دائما يتم الاعتماد بشكل كبير على وزارة الخارجية بالإضافة إلى مجلس الأمن القومي ترامب يعتقد أنه يستطيع أن يحقق نصر سياسي ودولوماسي كبير إذا نجح في الحصول على اتفاق سلام بين الفلسطين والإسرائيليين وأعتقد هو يريد أن يحقق ما يقول عنه معجزة خلال حملة الانتخابية تكلم عدة مرات عن أنه سيحقق سلام بين الفلسطين والإسرائيليين وهو فشل فيه كل الرؤساء السابقين لهذا أعتقد أنه سيعطيه وقتا خاصا وجهدا خاصا من إدارته عندما نتحدث عن جدية سيد كوين من قبل إدارة ترامب يعني البعض يشير إلى إدارة أوباما القرار الأول الذي اتخذ أوباما في عام 2008 عندما تسلم البيت الأبيض أعتقد في أول يوم له في البيت الأبيض هو تعيين مبعوث خاص لعملية السلام للشرق الأوسط السناتر السابق جورج ميتشل كما نذكر ولكن مع ذلك لم تنجح إدارة أوباما في عمل أي شيء وفي تحقيق أي تقدم يذكر في هذا الموضوع هل هذه التحركات تدل بالضرورة على أن بإمكان إدارة الرئيس ترامب أن تحرز نوع من التقدم في هذا المجال الأعتقد هو أن يعني طبعا إدارة أوباما تركزت حول موضوع للسيطان واعتبرته أنه المشكلة الوحيدة التي يطويق عملية التسوية صحيح أنه الموضوع للسيطان يشكل عقبة في طريق التسوية ولكن ليس العقبة الرئيسية في طريق إحلال السلام بين إسرائيل والفلسطينيين لأن إسرائيل من وجهة نظرها الجانب الفلسطيني يرفض الاعتراف بوجود يهودية الدولة وبالتالي موضوع للسيطان يعني تم يعني عرضه بطريقة مسهبة وأكتر من اللازم وفقدت العملية التسوية يعني أهميتها بسبب موضوع للسيطان في حين كان من الممكن تجاوز هذا الموضوع ولكن لماذا تقلل من شأن مسألة الاستيطان سيد كوين مسألة الاستيطان مرتبطة بمسألة حل الدولتين مرتبطة بمسألة المساحة الجغرافية التي من المفترض أن تقوم عليها دولة فلسطينية مستقبلية لماذا تقلل من شأن الاستيطان كعقبة أساسية في طريق إحلال السلام أنا بقول أنه هو عقبة ولكن ليس العقبة الرئيسية هذا أولا الاستيطان في حد ذاته هو يشكل أقل 2 من 100 من مساحة الضفة الغربية وبالتالي أنه تم أعطاءه الأهمية القصوى بأن الاستيطان هو العامل الوحيد والعقبة في طريق السلام وفي طريق التسويع وفي نهاية المطاف فشلت عملية التسويع هنا ترامب وصل إلى نتيجة مفادها فيما يتعلق بموضوع البناء في المستوطنات تم تشكيل لجنة وفريق عمل مشترك بين إسرائيل والجانب الأمريكي برئاسة المبوث الأمريكي الخاص وكذلك السفير إسرائيل في الولايات المتحدة راند ريمر وبالتالي أصبح موضوع البناء في المستوطنات يجب أن يعود في نهاية المطاف إلى إخرار الإدارة الأمريكية وهذا لم يكن معهودا في القبل مع رؤساء الأمريكيين السابقين في مقابل ذلك نحن نرى أن الرئيس الوزراء لم يحصل من الرئيس ترامب على موافقة تتعلق حتى في البناء في الكتة الاستيطانية الكبرى وفي القدس الشرقية وهو ما وعد به التعاهد الذي قدمه الرئيس جورج بوش لرئيس الوزراء أريال شارون عام 2004 وهذا التعاهد يتعلق بالكتة الاستيطانية البناء في الكتة الاستيطانية الكبرى والتي ستبقى في أيدي إسرائيل في كل تسوية مستقبلية وبالتالي التركيز لنتنياهو هو على هذا البند وأن يحصل على أن هذا التفاهم سيتم أيضا مع الرئيس ترامب سيد خالد ما رأيك مسألة موقف إدارة ترامب من مسألة الاستيطانية يعني احنا ليس لدينا الكثير من المعلومات حول هذا الموضوع سوى تصريحات السيد ترامب خلال الحملة الانتخابية وما قال له خلال زيارة نتنياهو له في البيت الأبيض وبعض البيانات التي صدرت عن البيت الأبيض كان هناك بيان صدر عن البيت الأبيض قبل زيارة نتنياهو حول هذا الموضوع يقول البيان في حين أننا لا نعتقد بأن المستوطنات الموجودة حاليا تشكل عقبة في طريق السلام فإن إقامة مستوطنات جديدة أو توسيع المستوطنات القائمة خارج حدودها الحالية قد لا يساعد في تحقيق السلام هل ستكون مسألة الاستيطان مسألة أساسية بالنسبة لإدارة ترامب أم أن هذه مسألة كما قال السيد كوهن لا تعتبرها الإدارة ربما حتى عقبة مهمة في طريق دفع المسألة السلمية هو سبب الغموض في موقف الإدارة في موضوع المستوطنات تحديدا كما الذي قلته أنه جاءت هناك إشارات مختلفة ترامب قال في البداية ليست مشكلة كبيرة لكن الأسبوع الماضية الإدارة قالت أو أعطت موقف حول المستوطنات قريب جدا موقف الإدارات السابقة ولا يختلف كثيرا عن موقف إدارة أوباما ولا موقف إدارة الرئيس بوش على أن هذه المستوطنات مستوطنات لا تساعد في عملية السلام وبالتالي أعتقد أن الإدارة تعرف أنها مشكلة أساسية وأعتقد أن موضوع يهودية الدولة الذي ذكره الأستاذ كوين هو موضوع تعجيزي لأن في السابق كانت حجة إسرائيل في عدم جدية الطرف الفلسطيني هو أن ميثاق المنظمة التحرير الفلسطينية ينص على إبادة دولة إسرائيل وتم تغيير الميثاق لكن إسرائيل دائما تضع شروط جديدة على الطرف الفلسطيني وشروط تعجيزية فأنا أعتقد أن موضوع المستوطنات لا زال هو المشكلة إسرائيل تريد دائما أن تخلق مشكلة أخرى وتدعي أن الطرف الفلسطيني هو الذي يرفضها ولهذا خلقت موضوع يهودية الدولة من أجل لهم الجانب الفلسطيني على تخلفه وعدم وفاءه بتنفيذ مثل هذه الأمور أو عدم تنازله عن القبول بيهودية الدولة ولهذا أنا أعتقد أن موضوع المستوطنات هو موضوع الأول والثاني والثالث والمشكلة الحقيقية لأن الاستمرار في الاستيلاء على الأراضي وسرقة أراضي الفلسطينيين لبناء مستوطنات هي جزء من مشكلة أن تقوم بتغيير الخريطة الديمغرافية لأراضي أن تنسحب منها من أجل فرض أمر واقع وبالتالي شروط عملية السلام تتغير بشكل مستمر لأن إسرائيل بشكل مستمر تستولى على أراضي وتقول أن هذه الأراضي لن نسحب عنها فنعتقد أن هذه مشكلة أساسية الأمور الأخرى أمور ثانوية سأود لأخذ رأيي سيد كوين في هذا الموضوع مسألة يهودية الدولة بعد قليل ولكن قبل ذلك إلى يوسف وبعض المشاركات يوسف من المشاهدين نعم مهند لدينا بعض المشاركات على صفحتنا على تويتر هنا سمر تقول الحلم الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية بات فريسة بين ترامب وإسرائيل طلال يقول ماذا في جعبة ترامب لتصفية القضية الفلسطينية هل سيخصص دولة في الصحراء الجنوبية باتحاد كومفدرالي مع إسرائيل يحيى يقول وهذه نقطة ربما مهمة استمرار السياسة المخدر المهندة التي تتبعها الإدارة الأمريكية مع القضية الفلسطينية ترامب يدعو الرئيس عباس لواشنطن على أساس تحقيق السلام بالتفاوض هل يهرب ترامب من مشاكله الداخلية إلى الأمام في السياسة الخارجية هذا أيضا مطروح طالما أنه لا يوجد شيء واضح محمد تنازل ترامب بوضوح عن كل قراراته السابقة حول نقل السفارة الأمريكية للقدس ولا تزال الشائعات تدور حول حل حقيقي للقضية الفلسطينية سنسأل الأستاذ خالد عن مسألة نقل السفارة التي كانت وعد أساسي من الوعود التي قطعها السيد ترامب خلال الحملة الانتخابية ولكن يبدو أنه وضع على الرف على الأقل في هذه الفترة شكرا جزيلا لك يوسف أعود إلى الأستاذ مائير كوين في القدس مسألة يهودية الدولة هذا الشرط الذي وضع منذ بضع سنوات أعتقد بدأ طرح هذه المسألة لم يكن مطروحا من قبل لم يطلب من مصر أن توافق على يهودية دولة إسرائيل لم يطلب من الأردن أن توافق على يهودية دولة إسرائيل لماذا الآن وضع هذا الشرط التعجيزي كما وصف الأستاذ خالد في طريق التوصل إلى حل سياسي حل سلمي مع الجانب الفلسطيني هذا الشرط ترح في المفاوضات التي أعقبت المفاوضات التي كانت سنة 2000 في كام ديفيد والتي أدارت هذه المفاوضات تسي بي ليفني مع الفريق الفلسطيني أبو العلاء وصعب عريقات وهذا الموضوع ترح ولكن في الغرف المغلقة ولكن كان مطلب إسرائيلي واضح يتعلق بيهودية الدولة وإنهاء الصراع بمعنى أن الجانب الفلسطيني يريد أن يستمر الصراع إلى مالا نهاية ولذلك إسرائيل تريد الوصول إلى حل ينهي الصراع ولا يتحول إلى جرحة لا يندمل وبالتالي هذا كان الإسرائيل هذا من ناحية من ناحية تانية هذا الطرح يمنع ويغلق الطريق أمام موضوع حق العودة وبالتالي يهودية الدولة هي تقف أمام المطلب الفلسطيني بشأن حق العودة هذا هو الهدف الرئيسي من موضوع ويسألت إغلاق الطريق أمام حق العودة أستاذ كوين كما تعلم جيدا هناك قرارات من الأمم المتحدة صادرة بهذا الشأن وحتى لو القيادة الفلسطينية رفضت هذا القرار أو تخلت عنه هذا يبقى حق مشروع وموثق وموجود في المعاهدات والقرارات الدولية نعم ولكن استنادا إلى المبادرة السلام السعودية والتي اعتمدت في الجماعة العربية والتي تحولت إلى مبادرة السلام العربية هي تتحدث عن حل للموضوع اللاجئين الفلسطينيين وليس بالضرورة حق العودة لأن موضوع حق العودة هو معناها القضاء على إسرائيل وهذا لا يمكن القبول به إذا سمحت لي فيما يتعلق بموضوع المستوطنات يعني هو نتنياهو قبل زيارته ولقائه بالرئيس ترامب هو تم إخلاء مستوطنة أبونا ونتنياهو وعد المستوطنين بإقامة مستوطنة أخرى في الدفة الغربية ولكن بعد هذه الزيارة هو تخلى عن هذا الوعد وقال أن الآن نحن أمام إدارة أمريكية تريد أن تراجع موضوع المستوطنات وتم تشكيل لجنة وفريق عمل لبحث هذا الموضوع وبالتالي ليس الإسرائيل الآن الصلاحية لإقامة أي مستوطنة وهذه النقطة تعتبر نقطة ضعف ويعني نقطة باليمين الإسرائيلي المتطرف وتحديدا حزب البيت اليهودي برئاسة بينت هو بيضغط في هذا الاتجاه وبيطرح الآن مشروع بيتعلق بضم معلقة دوميم إلى إسرائيل وبالتالي هنا موقف حارج بالنسبة لنتنياهو فيما تعلق بحكومتي وهناك أزمة وربما هذه الأزمة ستستفحل مع مطالب اليمين المتطرف ومن هنا كان أيضا تصريح لوزير الدفاع وعندما قال أن أي عملية لضم مستوطنات جديدة سيضع إسرائيل في أزمة وخلاف مع الإدارة الأمريكية طيب أستاذ خالد مسألة نقل السفارة يعني الوعود التي سمعنا عنها كثيرا خلال الحملة الانتخابية من قبل السيد ترامب على ما يبدو وضع هذه المسألة جانبا هل هذا مؤشر بأي شكل من الأشكال على أن إدارة ترامب بدأت تنظر إلى المسألة بنظرة أكثر براغماتية أكثر واقعية عما كانت عليه الخطابات خلال الحملة هذا كلام صحيح ترامب كان يتكلم عن شعارات كان يريد أن يرضي اليمين اليهودي كان له علاقة أو دعم كبير يأتي من شلدن إيدلسون وهو صديق حميم لنتنياهو وأحد أثرياء الجالي اليهودية الأمريكية وأعطى أموال طائلة للحزب الجمهوري وأعطى هذه الوعود وتسربت للإعلام الأمريكي في الإعلام قصت أن شلدن إيدلسون جاء للبيت الأبيض مع زوجته وتعشى مع ترامب وألامه على أنه لم ينقل السفارة كما وعد بأن ينقلها في أول أسبوع يأتي للبيت الأبيض وقال له ترامب أنه أنا بعد ما جئت للبيت الأبيض اكتشفت أنه الموضوع أكثر تعقيدا مما اعتقد هناك طبعا عدة أسباب لهذا التأجيل يقال أنه اللقاء الذي تم بين ترامب وملك الأردن ملك عبد الله الذي تكلم معه في الثلث ساعة كان اجتماع قصير نسبيا على موضوع المستوطنات وموضوع نقل السفارة بأنه موضوع خطير جدا يقال أنه بعض المكالمات التي تمت بينه وبعدها بين بعض زعماء العرب بالإضافة على الوكالة المخابرة المركزية ووزارة الخارجية قالوا أنه إذا تم نقل السفارة قد تتفجر المنطقة ويثير مشاعر العرب والمسلمين أنه الولايات المتحدة بحاجة إلى بناء حلف من الدول العربية والإسلامية للقضاء على داعش تركيا سواء كان تركيا في العراق وعلى آخره وأنه ذلك سيثير حفيظة الدول العربية التي تحاول الولايات المتحدة أن تخلق منها حلف لمحاربة داعش والقضاء على الإرهاب السياسي في المنطقة ولهذا على الأغلب أن هذه الأسباب المجتمعة ساهمت في تأجيل الموضوع إذا لم يكن إلغاءه بشكل كامل هل هذا التعامل الواقعي بين قوسين مع هذه المسألة يمكن أن ينعكس أيضا على باقي الملف عملية السلام هل ستنظر إدارة ترامب بنفس هذه البراجماتية إلى باقي عناصر ملف عملية السلام أنا أعتقد أن هذا مهم الولايات المتحدة لديها هدف أولي في السياسة الخارجية في الشرق أوسط هو القضاء على داعش هذه بالنسبة لترامب الهدف الأول ويريد أن يقضى عليها مع نهاية هذا الصيف ويقول أنه حقق نصر عجز عن تحقيقه رئيس أوباما الموضوع الثاني هو يريد أن يفرض حصار في المنطقة على إيران يريد أن يشكل تحالف من الدول العربية وحتى أن يشمل تركيا ودول أخرى من أجل فرض حصار سياسي واقتصادي وعسكري على إيران وهو بحاجة ماسة للدول العربية خصوصا دول الخليجية الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة وذلك يقتضي أن يرضي هذه الدول سواء كان في موضوع القدس أو في موضوع حل مشكلة الفلسطينيين أو صراع العربي الإسرائيلي الذي يجلس كعبئ على المنطقة ويستمر في حق النفوس وغضب الشارع العربي والمسلم ضد الولايات المتحدة وإسرائيل ولهذا هو لديه أولوية الآن ولهذا أبقى الموضوع قريبا منه وأبقاه في البيت الأبيض ولم يعطيه لوزارة الخارجية حتى الآن سيد كوين أنت أشرت قبل قليل أن الطرف الأمريكي الآن في طور الاستماع إلى أفكار من الطرفين جولت السيد جريم بلات المستشار أو المبعوث الخاص أو المفاوض الخاص لسيد ترامب إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية بهذا الهدف وأيضا أشرت أن إدارة ترامب ستفرض مبادرة بشكل ما فيما لم يكن هناك في حال لم يكن هناك أي أفكار جديدة كيف يمكن لإدارة ترامب أن تفرض شيء وهي أصلا ليس لديها رؤية واضحة الرئيس ترامب قال أنا مع حل الدولة الواحدة مع حل الدولتين أي حل ترونه مناسبا هذا لا يوحي بأن الإدارة لديها رؤية واضحة فيما يتعلق بأي مبادرة محتملة في هذا المجال نعم وحتى الآن ليس لديها رؤية واضحة وهي هذه الزيارة لاستكشاف المواقف تمهيدا لبلورة الإدارة الأمريكية سياستها تجاه المنطقة وتجاه هذا الصراع من ناحية أخرى نحن نرى أيضا أن الإدارة الأمريكية تسعى الآن إلى فرض نوع من الأمر الواقع على إسرائيل فيما يتعلق بموضوع الاستيطان وكما ذكرت هذا موضوع مهم جدا وبالتالي نتنياهو في حاجة سيضطر إلى إعطاء رده للرئيس ترامب على السؤال ما الذي تريده إسرائيل هل هي تريد دولة ثنائية القومية وبذلك سندخل في صراعات طائفية ما يحدث في سوريا هل تريد أن تكون دولة أسوة بالنظام الأبرتهايد والفصل العنصري بدولة عنصرية أم أنها تريد حل الدولتين ولذلك هذا الآن هو السؤال المطروح على الساحة السياسية في إسرائيل ما الذي تريده إسرائيل بالفعل هل الثلاث العوامل دي هي التي ذكرتها ما الذي يجب أن تحدده إسرائيل أين تريد أن تقف هذا ليس واضحا ولذلك هي نقطة مفصلية بالنسبة للوضع السياسي في إسرائيل النقطة تانية هي على جانب كبير من الأهمية وهو أن إسرائيل تولي أهمية كبيرة جدا فيما يتعلق بالملف السوري نظرا لخطوراته وخطورة التمدد الإيراني وحزب الله في سوريا وبالتالي هذا الموضوع سيكون مدار بحث وكان مدار بحث في بوسكو مع رئيس بوتين وكذلك مع الإدارة الأمريكية للوصول إلى صيغة وضمانات من أجل إزالة القوات الإيرانية عن سوريا أستاذ خالد دالي أسألك أخيرا أنت أشرت في بداية الحديث إلى أن هناك على ما يبدو سحب الملف بشكل من الأشكال من وزارة الخارجية البعض يقول أن دور الخارجية سيكون أقل في المرحلة القادمة في هذا الموضوع البعض ذهب إلى أبعد من ذلك ويقول أن الرئيس ترامب لديه رؤية أمنية أكثر منها أي شيء آخر لكل هذه المنطقة بما فيها الشرق الأوسط وربما وكانت الاستخبارات المركزية تلعب دور أهم وهناك من يقول أن الرئيس ترامب قد يسلم هذا الملف برمته إلى روسيا ما رأيك فيه في مثل هذا الطريع أنا لا أعتقد أن هناك رؤية واضحة لهذه الإدارة هي لازالت لا أريد أن أقول تتخبط تحص طريقها في عدة أمور وزارة الخارجية أنا لا أعتقد أنها ستبقى بعيدة عن موضوع الشرق الأوسط سيتم إدخالها في الموضوع لكن بشكل بعد إعطاء التقرير للرئيس عندما يعود موفود جريم بلات من الشرق الأوسط ويعطي تقريره لمجلس الأمن القومي والرئيس الأمريكي بعدها أعتقد أنه ستشرك وزارة الخارجية حجم هذا الإشراك بشكل رئيسي أو تبقى الأمور بيد المكتب الرئيس هذا حتى الآن غير واضح أنا رئيس شخصي أعتقد أن الموضوع سيبقى أقرب إلى الرئيس وسيكون دور وزارة الخارجية دور ثانوي عندما يكون هناك توسيع أن محاولة عقد مؤتمر شرق أوسط لعمل السلام سيكون هناك دور للوزارة الخارجية لكن ضمن الاتصالات الفردية بين الأطراف المختلفة ستبقى في يد البيت الأبيض لأن هذا البيت الأبيض ريب أن يحقق انتصارات تكلم عنها الرئيس ترامب وهو يعتقد أنه شخص فذ وعبقري ويستطيع أن يحقق ما فشل الآخرين في تحقيقه يريد أن يقضي على داعش يعتقد أن الموضوع كان سهل جدا على الرئيس أوباما رغم أن كثير من الخطط التي يتم تنفيذها الآن هي خطط الإدارة السابقة والموضوع في النهاية يبقى بيد العسكريين موضوع حل مشكلة الشرق أوسط هو بالنسبة له شعار كبير موضوع العلاقة مع إيران كذلك هو الموضوع الثالث ذو أهمية كبرى بالنسبة له لكن الموضوع الأول الآن هو موضوع القضاء على داعش وسنرى موضوع أو الدفع باتجاه عملية أو محاولة التوصل إلى الاتفاق السلام بين الإسرائيلي والفلسطينيين يتبع ذلك هو موضوع محاصرة إيران وفرض عقوبات جديدة على إيران وهناك الآن حديث على الأقل كما ذكرت صحيفة دعوت أحرونوت الإسرائيلية بأن إدارة ترامب تستعد لعقد مؤتمر بشكل ما حول الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين ولكن إدارة ترامب بحسب الصحيفة تريد أن يكون هذا المؤتمر مؤتمر ذا مضمون وليس فقط مؤتمر شكلي على كل حال شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد صفوري مستشار مركز المريديان للدراسات كان معنا من واشنطن شكرا لضيفنا من القدس الصعفي والديبلوماسي السابق مائر كوهين شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم somewhat ج pulled